بعد يومين من الكشف عن وثائق تكشف الخلل في آليات احتكار استيراد المشتقات النفطية ترأس رئيس الوزراء معين عبد الملك في العاصمة عدن اجتماعاً للوقوف على ملابسات ما يجري عقد الاجتماع بحضور وزراء المالية والنفط والكهرباء إضافة لقيادات مصافي وشركة النفط بعدن وكرس لبحث ما أنجزته اللجنة المعنية بإعادة النظر في شروط المناقصات إلا أن ثمت من يضع هذه التحركات في سياق صراع النفوذ بين هوامير النفط لكن رئيس الحكومة قال إن ذلك يتم على ضوء اتفاق الرياض وطمأنة الناس ببداية جديدة تنعكس على حياتهم ومستوى معيشتهم الاجتماع كرس لضبط وتقنين معايير الشفافية وفتح المجال لأكبر عدد من الشركات المحلية وإتاحة الفرصة أمام الشركات الدولية للمشاركة في مناقصات استيراد المشتقات النفطية فضلا عن فتح باب التنافس بشفافية وبالتالي تأمين الوقود لمحطات توليد الكهرباء بأفضل الأسعار هذا الاجتماع يعد استثنائيا في ظل الظروف التي يشهدها هذا القطاع المهم والحيوي منذ سنوات ما جعله عرضة للنهب والاستغلال لمصلحة أطراف محدودة تستضل بالشرعية وتستخدم نفوذها بعيدا عن أي رقابة